اشتركوا في القناة النتيجة تنازلي public نقول مثلاً void لأننا ما نحتاج ما نحتاج اللي هو اللي هو أنها ترجع لنا فنقول dec مثلاً decrement ونقول integer value لاحظوا معنا الآن التال لهذه وظيفة هنعطيها عدد فتطبعه بشكل تنازلي فيه مفهوم اسمه بس احنا ما نبغى نتكلم عنه فنستخدم loop نقول for i equal أو عفوا انتجر i equal equal value نفس العدد i أكبر من أو يساوي 1 i plus minus الآن ما نحن نحن قلنا له خلي قيمة i هي قيمة value فحيطبع تنازلي يعني من من الفالو اللي ادخلت الان 1 بعدين i minus minus نقول له هش نقول له system dot out dot printlain printlain اللي هو i شغل الآن ما أعطينا ناتج لأننا ما استدعينا هنا فحنا هنمسح هذا الكلام بالكامل ونجي هنا بعد ما عرفنا الابجيك نقول c dot deck ونعطيه مثلا 4 شغل الآن لاحب طبعة تنازلة طب لو عطينا 55 شغل لاحب جاب لنا الاعداد تنازلية من 55 الهدف من المثال رؤية استخدام اللوب طيب لو أنا أستخدمها بوين أو ب do while أو بأي نوع أنا أجي هنا ممكن أقول إيش طبعا كيف استخدمها while ونزل تحت قول while while نحن نبغى يوصل لمين نحن نقول طبعا هتعرف integer i يساوي value نفس الكلام نفو هتقول هنا i نفس الشر أكبر من أو يساوي 1 نيجي هنا ونقول system dot dot printlain بعدين ايش بعدين i بدنا نقول i minus minus لاحظ نفس الكود بس بالwhile فنحذف هذه لاحظ ونشوف أعطينا نفس الناتج أو لا 55 نشغل لاحظ أعطانا نفس الناتج بدون مشاكل الهدف هو رؤية مثال بسيط على استخدام اللوب صار عند class below دالة إضافية صار ولاحظ أنه في متغيرات فهذا مثال قل شوي نتقدم لأن نعطي مثال كبير صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صاحبه أجمعين شكرا للمشاهد